السلام عليكم ومرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفصح جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم واحد شكشوكة يعني واحد اكلة بالخضار اللي هي اساسها كترتاكز على واحد خضار متنوعة فبالنسبة لي هنا فعندي واحد شكيلة من الخضار اللي فيها فلفلة خضراء فيها فلفلة حمراء صفراء وفلفلة اللي هي لون برتقالي او الاورانج اللي يحتاج واحد الحبة دي المطيشة جوجيا القرعات واحد البصلة صغيرة ونحتاج واحد جوجيا البنجالات فهذه هما المكونات الاساسية لهذه الاكلة هذه كجرائعة جدا ولا ديدة وهي خاصة بالناس اللي يتبعوا الحمية يعني اللي يقوموا بإمقاس الوزن واللي ما يبغوشها كاكلات اللي هي فيها اللحم فهذه تبقى اكلة زوينة والديدة وندعوا على بركة الله فبطبيعة الحال انا الخضار ونقيتها جيدا نقوم بتقطيع ديالها على هاتشكل هذا نقوم بتقطيع ديالها ونقوم بتقطيع ديالها وهذا الآلة هادي فأنا مش ريتاش لأنه كانوا كثير من الناس كيسألوني عليها فأنا مش ريتاش فأنا جاتني هادية من فرنسا ولكن كاينين بأشكال مختلفة كاينين في المغرب ولكن بأشكال أخرى وصراحة فهما كيسهلوا يعني هكذا القطع دي الخضار جيدا يعني كتقطع جيدا وكتسهل لأنه حتى الوقت كان نقص فيها هكذا الوقت بعدين استمر حتى غدين نكمل بعدما قطعت الخضار فأنا اخذت وحات طنجرة ليوضع سفق النار كنشعله النار او الربطة وهدي نضيف الأول قليل من زيت نباتية ثم هدي نوضع الخضار لقطعتها من قبل في الأول نضيف البصلة ليشل الترقيقة ثم نضيف مطيشة ونضيف الخضار الثانية دنجال فهذا الأكلة هدي فنقدر نرافقها بوحد ستيك دي للحام أو القطع من الدجاج واحنا حصلنا على أكلة لوجبة اللي هي يعني متكاملة وصحية ولذيذة فهناك نضيف الكورجات ملح حسب الضوق ونحرك جيدا ثم نغطيها ونخليها وحد خمس دقائق هنك شما كتشوفوه فالطنجرة غلاس فقد نعود نحرك الخضار ديالي جيدا هيبدأ سكت طيب لأنها تخضار هدية سريعة كالطيب ضغيام ما كتتطلش كنضيف قليل من الكوركم أو للخرقوم البلدي لأنها سوك يبقى صحي فكنا نحاولو أننا ندخلوه في طيب ديالنا قليل من البابريكا واحد نسمي العقا صغيرة من البابريكا أو لات حميرة قليل من الفوفل الأسود دي بزار شو يدي الكامون القليل فقط من الكامون ونضيف كمية من البقدونس أو المعدنوس ثم نضيف فصوص من التوم فأنا دائما نضيف التوم في الأخير لأن التوم هي صحية جدا مفيدة جدا صحة ديالنا فنحاولو ما أمكن ندخلوها في طيب ديالنا اليومي لأنها مقاومة السرطان وهي يعني من المواد لهي صحية جدا ومفيدة جدا صحة ديالنا ونحركوه كل مكونات ونحركوه كل مكونات ثم نغطيها ونجعلها حتى كنت نشف من بعد وحد الخمسة ديال الدقائق فهناك ما كنتشوف معايا فهي وجدات فانشفات ما فيها لما لاحتشي حاجة هيا وجدة سوف يكون هنا الشكشوكة ديالنا تقريباً وجدة سوف نصر عليها القليل من الليمون الحامض كي أعطيها واحد الموادق رائع تقدرو تعوضوه بالخل ونضيف قليل من زيت الزيتون ونحركوه جيدا ثم نوضعها في الصحن ديال التقديم ونقدموها بصحة والراحة كما قلت لكم قدرون نرفقوها بقطع من اللحم أو الدجاج أو السمك كل واحد على حسب الرغبة وانا بالنسبة لي كتعجبنيها كبوح لتناكلها فكتجيني كافية ومغدية ولديدة جداً نتمنى أنكم تجربوها وتنال إعجاب ديالكم وبطبيعة الحال ما تساوش خلي وليف تريقات ديالكم اللي جربوها فدائما نخصنطيبوها حتى تنشفها كما ما يكونش فيها الماء وهذا هو الطبق ديال اليوميال اللي وجدت لكم اللي نتمنى أنه هنا الإعجاب ديالكم ونتمنى أنكم نجربوه يعني وروقكم فضروري نضيفو لي قليل من الزيت في الأخير كيعطيه أحد البنة المضاق وفي الأخير نخلكم مع هذه الصور ونقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا لكم